النهاردة كمان في الدوري الممتاز بيراميد زواء المصري تعادله سلبيا دون أهداف حاول البراميد كثيرا وأيضا قبله حاول المصري كثيرا ولكن مبراء انتهت دون أهداف النهاردة مجلس إدارة النادي الإسماعيلي بشكل رسمي واجه الشكر لكابتن أحمد حسام مأميدو المدير الفني للفريق بسبب النتائج السلبية للفريق في الفترة الأخيرة في نفس الإطار مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قرر خصم 10% من عقود اللاعبين اللي شاركوا في مباراة المحلة اللي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق الإسماعيلي ما زال يعاني ما زال يعاني الله الكلام خلص خلص لين أملوا إن شاء الله أن الأيام اللي جاية مع جهاز فني جديد والكلام على اختراب الكابتن حمزة الجمل من تولي المسؤولية مرة أخرى لا تمنى الأمور تتحس كلام دلوقتي بصراحة كلام يتعب ويدايق ويجرح جماهير النادي الإسماعيلي إنه ما مش نقصين فأفضل أقول لك أصل الإسماعيلي حصل كذا وقبل كده كذا واللي جوه كذا ومش مستهل مش محتاجة دلوقتي كل اللي محتاجة دلوقتي جماهير النادي الإسماعيلي إنه نقول إن شاء الله الإسماعيلي أموره تتحسن أمور تتحسن كل حاجة ترجع مرة أخرى وحشنا الإسماعيلي بصراحة وحشنا الإسماعيلي ماذا قدم ميده مع الإسماعيلي خلال الفترة يتولى فيها المهمة بنتكلم فيه تسع مباريات تعالوا نشوف هو لها بتسع مباريات فاز فيه مباراة واحدة وتعدل فيه خمس مباريات وخسر بطبيعة الحال تلت مباريات سجل ثمان أهداف واستقبلت شباكه اتناشر هدف هي على حكاية ميدو ولا اللي قبل ميدو حكاية منظومة كانت متلغبطة كتير الفترة اللي جاية نأمل من المجلس اللي موجود حالياً في الإسماعيلي يلم أوراقه بسرعة عشان الإسماعيلي ما يروحش في سكة محدش يتمنى ترجمة نانسي قنقر